دونت الخير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله على فين يا شباب؟ على القهوة رايح أعمال رايح أصهر ورايح أعيش حياتي يا ابني أنت تقدر تستحمل خمس ساعات نظرة غضب من ربنا سبحانه وتعالى ليك وانت قعد الأعدادية على فين يا شباب؟ رايح على الساحل أنا واصحابي رايحين نجيب المخدرات اللي أنا نشربها الليلة انت عارف عقوبة المخدرات ايه؟ في القانون؟ لا في جهنم ولا عزو بالله على فين يا شباب عندي معاد مع صحبتي اللي بحبه وبتحبني طب انت حبيب قلبي حبيبك ربنا اللي أغلى من أي حد تخضبه ازاي؟ على فين يا شباب؟ على الريال تيفي رايح اتفرج على تصفيات التصفيات تحت الإستار أكاديمي طب وربنا ومر ربنا بالإستار أكاديمي على فين يا بنات؟ على الكوافير أعمل شعري تصريح الجنة للشباب وتجيب لي أحسن عريس ما جابتش للبنات غير الهم والعنوسة ولا عافو بالله على فين يا شباب؟ أنا رايح على النادي أعيش حياتي يا ابني حياتك لسه ما بنقتش يا ليتني قدمت لحياتي حياتك في الجنة مش في النادي على فين يا شباب؟ أنا رايح على صهرة عندي صهرة الليلة تبيع الجنة عشان صهرة؟ تبيع ربنا عشان صهرة؟ تبيع الفردوس عشان صهرة؟ على فين يا شباب؟ على رحلة هعود أسبوع أنا واصحابي وصحباتي هو الدين يسر ولا إيش الدين يسر مش عسر؟ العسر انك تودي نفسك جهنم؟ العسر انك تدايق على نفسك في جهنم؟ على فين يا شباب؟ عشو طيب أتفرج على المغني اللي بحبه انت بتحلم نفسك من متعة عظيمة في الاخرة عشان بتاخدها بالحرام في الدنيا على فين؟ على الشاتنج انا رايح انا ورايش بريف سبوت الليلة انا ورايش شاتنج الليلة على الفيسبوك طب وانت بتشايت مع مين؟ انا بشايت مع ولاد وبنات طب يا بني لو الناس كلها ضيعت نفسها في النار تودي نفسك معهم ليه؟ على فين يا شباب؟ على المطش ده صاعة عشر الصبح لسه والمطش بالليل رايح احجز مكان تحجز مكان اهيابي والصلاة هصلى على النبي عليه الصلاة والسلام طب نكلم مين؟ طب نروح لمين؟ طب ننجد شباب امة محمد ازاي؟ على فين يا امهات؟ على المطبخ اجهز الصحور والفطار واغسل طب على فين يا اباة على الشغل انا ابني الصبح في الشغل والدور في الشغل وبالليل في الشغل اكاف احتياجات الحياة ازاي؟ طب نكلم مين؟ طب مين اللي ينقذ شباب امة محمد؟ طب مين اللي ينقذ الوضع اللي احنا وصلنا فيه يا جماعة؟ احنا عدنا عشين في غيبوبة يا جماعة غيبوبة غيبوبة من ولسة الأطفال أطفال بيدخلوا في الغيبوبة الطفل تلاقي كل حاته نسبستون وأفلام الكارتون ورنات المحمول اتمسخ من هو طفل الطفل يكبر ويبقى شاب في صناعة عامة وبنت في صناعة عامة والغيبوبة تزيد يهدي يذاكر وفي الدروس ليه النهار ليه النهار يرجع آخر اليوم ما هو شايف قدامه أبو يقول له هقطم رقابتك لو ما عادتش على المكتب تذاكر لا فكر في صلاة ولا كلمه هو صلاة ولا ما صلاش الشاب يخرج من سنة عامة يدخل الجامعة الغيبوبة تزيد أكتر وأكتر وأكتر البنت يبقى كلها همها الباضي والبنطلون الجنس والبرفان وفتل أحلام الروش اللاهيجي ياخدها على الحمر الفراري والشاب كل همه العربيات واللاف بيها والبليستيشن والشاتع النت والمصائف والكورة والنوادي والأهاوي والراب والجاز وأغاني المتل وأغاني الهارد روك والتدخين والمخدرات والمعازف كل هم الشباب في حياته كده بعد كده التخرج ييجي يتخرجوا الغيبوبة في إيد أكتر وأكتر تلاقي الشاب ماسك السيفي بتاعته قاعد يلف على الشركات محدش بيقبله وبعد كده يروح يقعد على القهوة مستني أي حل وهو ركعتين في بيت ربنا يحلوا كل مشاكل حياته بعد كده يدخل طول الليل يسهر قدام النت يدور على واحدة أجنبية يتعرف عليها يمكن تسفروا برة ولا يطلع على شرم الشيخ يغسل مواعين يمكن يتعرف على واحدة يتجوزها ويسفر معها برة شباب غيبوبة والبنات قاعدة تلف على الأتلهات تشوف فستان ثوريه عشان صاحبها لها يتجوز النهاردة لما جيه في الجامعة صاحبها كذا سنة ولما جيه جوز مفكرش فيها وكل ما يجي فرح تشوف أسوأ فستان ثوريه يمكن حد المرة يفكر فيها كزوجة مش يفكر فيها كأي شئ تاني غيبوبة لما يكبر الشباب ويبقوا أباقوا أمهات الغيبوبة تزيد أكتر تلاقي الأب أحد مهموم مش عارف يعمل إيه البنت اللي تجوز البنت المخطوبة دي هجوزها إزاي واجب لها عفش يشرفنا قدام جوزها إزاي والبنت اللي إسه ما تقدم لهاش حد اللي هتتجوز ولا لأ والولد اللي تخرج ده ومش ليله شغلانة والولد اللي عايز يتجوز مش عارف أجوزه والولد اللي في سنوي اللي مقطع نكروت محمول ومعطش عارف قضي طلباته وإزاي الزيت وتبر العيش أعمل إيه بس لما بيجي المطش كل ده بينتهي كل ده بيروح يفضل الراجل أحد قدام المطش لما يجي جون كأنه بشر بالجنة ولما العشر لعباء اللي بيلعبوا بتوع فريقه كأنهم العشر المباشرين بالجنة وحرس المرمى ده حامي حمى الأمة يلا يا بطل الله ينصر دينك احمل مرمى بتاعنا من طلقات الأعباء والمتفرجين اللي قاعدين يتفرجوا ده دول الأنصار ولو رحوا الملعب يشجعوا هناك يبقوا المهاجرين وما واشواخد باله ان بنته وهو قاعد قدام المطش بنتقول له مع السلامة يا بابا لا بص للبنطرون اللي اللي لبساه ولا المكياج اللي حطاه ولا المحمول اللي رنلها قبل ما تنزل ولا راحة فين ولا هتقعد إمتى واخوها طالع وهي نزلة ما بصلهاش وأبوه ما بصش للسواد اللي تحت عنيه والسواد اللي على شفايفه إزاي يا جماعة إزاي وصلنا للمرحلة دي إزاي أمة محمد بقت أمة عايشة في الغيب